العقود الاخيرة ظاهرة شديدة الخطورة انتشرت في عالم الذكور كالفيروس هي ظاهرة الضعف الجنسي قديما كانت هذه المشكلة تخص كبار السن فقط لكنها فجأة انتدت لتغزو الشباب ايضا ومع طغيان هذه الظاهرة اصبحنا نشهد سلوكيات لدى بعض الذكور مع تصرفات مشمئزة وميولات انثوية فما الذي يحدث هنا هل نحن امام ازمة تهدد الرجولة الحقيقية دعونا نغوص في عمق عالم الهرمونات لنكشف الستار عن هذا الخلل الذي اصبح شبحا يطارد الشباب تابعوا معنا هذا المقطع حتى النهاية لنكشف الحقائق الصادمة تزايدت حالات الضعف الجنسي بين الشباب اليافع بشكل مثير للقلق ما دفعنا الى اعداد هذا المقطع للبحث في الاسباب الخفية وراء هذه الظاهرة وقد اكتشفنا وجود حرب هرمونية غير متكافئة اذ يتفوق فيها الهرمون الانثوي على هرمون الذقورة مسببا اثارا كارثية على صحة الشباب وطاقتهم وحياتهم بشكل عام انه هرمون الاستروجين فما هو هذا الاخير الاستروجين هو هرمون انثوي دوره الحيوي هو تطوير الخصائص الجنسية الانثوية وتنظيم الدورة الشهرية وعلى الرغم من كونه هرمون الانوثة الا انه اساسي ولا يمكن تجاهله في جسم الذكر ايضا ينتج الجسم الذكري كميات صغيرة من الاستروجين تتراوح بين العشر الى اربعين بيكو جرام لكل ميليلتر وهي كمية اساسية لتحقيق التوازن الهرموني اذ يساهم الاستروجين في تنظيم الرغبة الجنسية ودعم عملية الانتصاب وتعزيز انتاج الحيوانات المنوية والحفاظ على صحة ووظيفة خسيتين لكن اذا زاد هذا الهرمون عن مستوياته الطبيعية فانه يتحول من عنصر داعم الى عامل ضعف يزعزع الاداء الذكوري فما السبب وراء زيادة هرمون الاستروجين عند الرجال؟ يتسلل هرمون الانوثة الى اجساد الرجال عبر عملية خفية يتم فيها تحويل هرمونات الذكور الى استرديول وهو احد انواع الاستروجين بواسطة انزيم يسمى الاروماتيز الذي يزداد نشاطه مع زيادة الدهون في الجسم مما يؤدي لارتفاع مستويات الاستروجين في الجسم وقد لا يبدو هذا التأثير واضحا في البداية الا ان تأثيراته على صحة الذكر وطاقة جسده غالبا ما تكون مدمرة اذ يمكن ان تتسبب زيادة الاستروجين في نمو غير طبيعي في انسجة التذي مع اضعاف توازن الهرمونات الذكرية الضرورية لعملية الانتصاب اضافة لابطاء انتاج الحيوانات المنوية مما يصعب تكوين حيوانات منوية صحية والاسوأ من ذلك ان هذا التحول لم يعد يقتصر على داخل الجسم فقط بل بات مدعوما اكثر بنمط الحياة الحديث الذي اضحى يطوق الشباب من كل جانب فهل تعلم ان بعض الاشياء التي تتعامل معها يوميا دون ان تشك قد تكون السبب وراء اصابتك بهذا الخلل الهرموني قديما كان اجدادنا يتمتعون بقوة بدنية عالية وصحة جنسية سليبة وقد كان ذلك عائد بنسبة كبيرة الى نمط حياتهم الطبيعي الخال من المواد الكيميائية الخبيثة التي باتت تغز حياتنا اليوم نعم السبب الرئيسي وراء انتشار الضعف الجنسي بين الشباب يكمل في تلك السموم التي اصبحت تغزون مط حياتنا اليوم واذا اردت ان تعرف المزيد حول تلك المواد تابع المقطع حتى النهاية مادة البيسفينول العدو الخفي الذي يختبئ في البلاستيك في زجاجة المياه وحاويات الطعام والاطباق وحتى ادوات المائدة لقد دقت الدراسات العلمية الحديثة داقوس الخطر حول التأثير المدمر لهذه المادة التي تحفز هرمون الانوث في اجساد الذقور لدرجة ان الانتحاد الاوروبي قام بادراج البيسفينول اه ضمن قائمة اخطر المواد الضارة بالانسان والبيئة سنة 2018 فهذه المادة الخبيثة تعرف بتأثيرها السلبي على الغدد الصماء لتحفز انتاج الاستروجين في الجسم هذا يعني ان ما تتناوله يمكن ان يؤثر على هرموناتك ويحدث فوضى في صحتك العطور المديئة بالمواد الكيميائية العديد من العطور التي تقوم بجذبنا دون ان ندرك المخاطر المختبئة وراء تلك الروائح العضيرة فالكثير من المنتجات التي قد تبدو امنة على الرفوف تقفي وراء كلمة عطر مواد كيميائية محربة مثل مادة الفثالات التي يتم استخدامها لتمديد تأثير الرائحة هذه المواد الكيميائية تتسنل الى الجسم عبر الجلد او الاستنشاق وهذا يتسبب في اختلال التوازن الهرموني وضعف جودة الحيوانات الملوية مادة البارابين في خضم البحث عن المظهر الجداب ينخدع الكثير من الشباب باستخدام بعض المستحضرات التجميل والجل دون التفكير في مكوناتها فالعديد من تلك المنتجات تتضمن مادة البارابين التي ليست مجرد اضافات عادية بل هي مادة تدخل الى الجسم عبر الجلد لتحاكي هرمون الانوثة الاستروجين وترتبط بمستقبلاته ما يتسبب في تحفيز استجابات مشابهة للاستروجين الطبيعي ويؤدي الى اضطراب التوازن الهرموني في الجسم الخمول والكسل الخمول والكسل ما من مبادئ الحداثة حيث ان نمط الحياة المعاصر بات قائما على قلة الحركة وهذا ما ادى الى تفشي السمنة والبدانة لدى العديد من الشباب فالجلوس الطويل امام الشاشات والانغماس في الترفيه الرقمي واستبدال النشاطات البدنية بالتكنولوجيا كلها عوامل ليست في صالح الجسم لانها تتسبب في تراكم الدون ودمور العضلات وضعف اللياقة البدنية بشكل عام كما ان هذه العملية لا تؤثر فقط على المظهر الخارجي بل لها تأثير داخلي لا يقل خطورة وهو انخفاض هرمون التسسيرون بسبب خمول الدورة الدموية وتراكم الدهون وهذا بالتحديد ما يؤدي لارسفاع مستويات هرمون الاستروجين وتراجع الاداء الجنسي وضعف الرغبة فبعد ان كشفنا النقاب عن المواد الكيميائية التي ساعدت في غزو الاستروجين على الشباب اليوم لننتقل الى الحلول العملية ساقترح عليك خطوات عملية وفعالة للحفاظ على هرمون التسسيرون وتعزيز التوازن الهرموني في الجسم اتباع نظام غذائي متوازن حاول قدر الامكان تجنب الاطعم المصنع واكثر من تناول الاطعمة الطبيعية فكلما كان غذائك سليما كانت مستويات الاستروجين لديك اقل قل من الصوية والسكر والدهون الضارة واستبديلها بالبروتينات والدهون الصحية لتعزيز انتاج التسستيرون ابتعد عن المواد البلاستيكية احرص على شرب كمية كافية من الماء النقي وابتعد عن قنينات البلاستيك ومن الافضل وضع الماء في قنينات زجاجية احرص دائما على التحقق من مكونات اي مستحضر او منتوج تستخدمه تجنب المنتجات التي تحتوي على الفتالات والبارابين والمواد الكيميائية الاخرى التي تحاكي الاستروجين لا تدعي البطن ينمو يقول الاطباء انه في جميع حالات الضعف الجنسية التي رأيناها كان هناك استنتاج واحد هو ان الرجال الذين يزيد حجم خسرهم عن 38 بوصة هم اكثر عرضة للاصابة بالعز فاذا كنت ترغب في الحفاظ على قوتك ورجولتك دعي الخمول وراءك واجعل النشاط البدني جزءا من روتينك اليومي تجنب استهلاك التدخين والكحول التدخين واستهلاك الكحول هما من اكثر العوامل تدميرا لسحة الهرمونات اتتسبب هذه العادات المخربة في رفع مستويات هرمون الاستروجين في الجسم بشكل مقلق كما انه عند القيام بها تتعرض الغضوذ الصماء لتأثيرات مدمرة تخل بتوازن الهرمونات وينخفض فيها التستيسرون ويطغى الاستروجين لذا اذا كنت تطمح في الحفاظ على توازن هرموناتك سارع بالابتعاد عن هذه العادات المخربة واستبدلها بما هو افضل ممارسة الرياضة بانتظام التدريب اساسي لذا احرص على القيام ببعض الحركة سواء كان تبارين القوة او الكارديو او اي نشاط بدني تفضله تدرب ولو لمدة ثلاثين دقيقة في اليوم لان التدريب هو خيارك الافضل في رفع التستيسرون وردع تأثيرات الاستروجين ادارة التوتر القدرة على ادارة التوتر هي من اقوى العوامل الخفية للحفاظ على صحتك النفسية والهرمونية لا تسمح لضغوط الحياة بان تؤثر عليك بل حافظ على سلوك ايجابي وعززه بتقنيات الاسترخاء كالتأمل والتنفس العميق وافضل خيار هو الصناة والذكر لتخفيف التوتر واستعادة نشاطك في ختام رحلتنا نحو الحفاظ على الرجول والتوازن الهرموني نؤكد ان التحديات التي تواجه الشباب اليوم يمكن التغلب عليها ولا شيء يقف امام الرجولة لذلك استثمر في صحتك وكن فخورا برحلتك فالعالم يحتاج الى رجال اقوياء اشداء يقودون الطريق نحو مستقبل افضل اتمنى لك دائما التوفيق في رحلتك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة